السلام عليكم ورحمة الله كانت منها إن شاء الله تكون لكم بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال مرحبا بكم معي فيديو جديد كما كتشوفوا الفيديو ديال اليوم غنشوفوا التقلية أو الدوارة أو البكبوكة يعني كل مدينة وشنو كتنطق الاسم ديالها فصرحة هاد التقلية هادي أو هاد الدوارة هادي كنت بغنشاركها معكم في عيد الأضحى لكن ما كتبش فغنشوفوها مع بعضياتنا اليوم وغنشاركوا يعني أدق التفاصيل ديال طياب ديالها بإذن الله كنتمنى إن شاء الله يكون الفيديو خفيف على قلوبكم وكنشكركم دائما على الدعم ديالكم وعلى اللايك ديالكم كنتمنى نكون دائما في المستوى وعند حسن الضان ديالكم فكيما كتشوفوا هادي التقلية الصراحة ديال العيد الأضحى فصورت الفيديو لكن ما كتبش أنا نتبرتاجيه معكم فكتب اليوم بإذن الله غنشوفو الطريقة ديال هادي الدوارة هادي كيفاش كتجي يعني معلكة وكتجي يعني طياب ديالها مثل الطياب ديال الناس ديال الزمان وديال الأعراس كتجي يعني كتجي نمعلكة وكتجي لديدة وكتجي لمرقة ديالها ملبية وعقدة كيف ما كتشوفوه في الصورة يعني كتجي ولا أرواع وكتجي واحد الماضاق فيها يا سلام صراحة كتجي لديدة لديدة بزيف ومطبيعة الحال غنعطيكم حتى السر من أسرار ديال أننا كيفاش نغسلوها كيفاش كتشعل كيف ما سنقوله يعني كتنقب واحد مكوي اللي هو السيحة اللي عجبكم فيديو ما تبخلوش عيب لي لايك وندوزو على باركاتي اللي نشوفو المقادير المقادير ديال التقلية ديالنا أو الدوارة على هاتشكلة ديال ديال دوارة ومطبيعة الحال كنغسلوها بالبيكين باودر أو الخمارة أو المطايب كنرقدوها جيدا وكندوزو عليها غيب السكين وكترجع كتل الماء اللي كنتشوفو كترجع بيضا عندي هنا واحد كيلو وغندوزو لتوابل وشغلن تبّلوها عندي هنا كيف ما كتشوفو معلقة مملوقة جيدا القصبور يابس كيف ما كتشوفو على هاتشكل هذا القصبور يابس داروري فيها بززاف ومعلقة كبيرة ديال بابريكا أو الفلفل الأحمر الحلو وعندنا معلقة كبيرة ديال كامول البلدي وعندنا نصف ملعقة ديال فلفل أسود ونصف ملعقة ديال كوركم نصف ملعقة الفلفل حار فصوص التوم وعندي الملح حسب الضوغ على هذا الشكل هذا المقادير سوف نطيبه التقلية أو الدورة وعندي القصبور يستحسن هنا يحتاج القصبور وبنسبة الزيت تستعمل زيت زيتون وعندي 4 حباس البصل اللي سنشلدوها بعد رقيقة سنأخذ الفصوص التوم لدي هنا 6 فصوص التوم من 5 فصوص حتى 6 ممكن أن ندقوهم في المهراز مع القصبور إذا لم يكن المهراز متوفر سنحق ثومة في الحكاكة الرقيقة سوف نضيف على هذا الشكل ونضيف القصبور الذي هو طري على هذا الشكل على هذا الشكل كما قلت لكم المهراز يستحسن أنه يدقوا بشوية الملحة فهنا سنضيف التوابل كما ترى توابل كلها سنضيفها دفعة واحدة على هذا الشكل والميلح من طبيعة الحال على حسب الدوق فدائما نأكد هذه المسألة وهنا عندي زيت الزيتون كما ترى سنستعمل نصف كأس العنبة زيت الزيتون كما ترى ثم تسعد ماداق الجزئ وصورة الدواره الذي هو ديد نحرك نقوم بالجمع جيد على هذا الشكل ركز لضع ما ديذة بدون ما يسلقها و بدون ما بل طبيعة رائع رائع سوف نملك نضعها فوق النار وسوف نقوم بشطة النارة يجب أن تكون مدعا فوق النار نقوم بشطة النار درور انها تشحر وهنا دزنا الباصال فكنشل ضوء على البركاتي اللي كنشل ضوء على هاد الشكل هذا يعني القيق كنحاولو اننا نشل ضوء بالسكين ما نستعملوش لهاشوار على هاد الشكل هذا يعني باش ما كيتلقش البصلة دينا ما كتجينش يعني ميها فكتجيب لنا ديك المرقة دي لهاد الدوارة هذي كيجين يعني ملبي كيجين عقد فاغنستمر بهاد الشكل هاد حتى غنشل ضوءها كاملة وغديرجعو ان شاء الله نطلقها وندوفو نشوفو طنجرة الضغط دينا نطلعو تاني على هاد الدوارة دينا كيما كتشفو رهات شحرات بهاد الشكل هاد يعني ذاك القوام او التوابل كل هاد خلات مع مع الدوارة دينا بهاد الشكل كيف ما كتشوفو وراها هي كتطلق الماء يعني ذاك الماء اللي تلقات يعني هي كتطلقو كيجي بهاد الشكل هاد كيف ما كتشوفو يعني كتجي صراحة كتجي رائعة كنت مرقوه بزاف يعني كنت في غيب ذاك المارقة اللي كنتطلق لنا هي والماء اللي كنتطلق البصل بنفسه فهنا كما شفتوا ذوك البصل ربعات الحبات دي البصل يشلط فكنوضعهم مباشرة فوق من هاد دوارة ديالنا او تقلية ديالنا على هاد الشكل هادا يعني وكننخلطوه الكل جيدا كيف ما قلت لكم انا هنا كنتطيبها على نار اللي يمهيلها باش ذاك البصلة تطلق لنا ذاك المارقة ديالها او ذاك المارقة ديالها كذلك وكتطيب لنا يعني دوارة ديالنا كتطيب غيف ذاك الماء ديال البصل كتجي من ألد ألد ما يكون يعني بدون ما ما نزيدوش الماء باش كتجينا لديدة وكتجينا المارقة عاقدة والمرقة كتجي ملبية كنأكد على هذه المسألة ان دوارة خصت جي المارقة ديالها جي عاقدة وجي ملبية ووقفوها بدرسها فكيف ما غتشوفو غنقفل عليها وغد نخلي عليها نار مهيلة حتى يعني تنضج او طيب لنا جيدا كيف ما نقوله طيب حتى تولي يعني زبدة طيب مزيان وغادي رجعو ان شاء الله ضروري ان انا نشوفوها مع بعضياتنا كيفاش كي يجي يعني القياس ديال طيب ديالها فكما كتشوفو هنا بعدما دازت يعني المدة يعني انطابت لنا في هاتقلية كنعري عليها بهذا الشكل هذا كما كتشوفو لقينا يعني باقي فيها الماء فاحنا ان راعدوا كنت نغلقوا عليها انطابوت acabou وانقله واحد كتشراب وكتوقف المرقى ديالها بهذا الشكل هذا يعني كتشوفو ووقفه على بذ learners هذا هو القوام المطلوب لمرقة ملبيه هنا ستطابق لنا الدورة يعني قلبنا الحين ما تلقوها طابت مزيان يعني طيبة زبدة هذا هو الشكل ديالها تجي المريقة ملبيه بهذا الشكل هذا وزيد زيتون تجي من الاد الاد ما يكون ونبدأ على بركة الله نقدمها في الصحن التقديم كما تشوفو تجي على هذا الشكل لا تجيش فيها المرقة كثيرة لا تجيش المرقة ديالها خفيفة كيخص المرقة ديالها تجي عقدة بهذا الشكل هذا وهذا هو اللون ديالها كتجي بهذا الشكل يعني ذاك الفلفل الأحمر الحلو يعطيها كذلك واحد اللون اللي هو رائع وكتعطي كذلك مضاق الديد مع ذاك القصبور يابس اللي فيها قدته من طبيعة الحال وهذا هو الشكل نيائي ديالها كتجي واحد دوارة من ألد ألد ما يكون صراحة كنت كنت أتمنى أنني شاركها معكم في عيد الأضحالة كي لمكتبش فهذه يالوا قيتها ديالها باش أنانيشاركها معكم معاد كتاب كنتمنى الفيديو ديال يوم يعجبكم وكنتو زمار حلة ديال تتضوق من طبيعة الحال كي ما كنتشفو كتجي المرايقات ديالها ملبية وكتجي عقدة بهذا الشكل هذا كنتمنى الفيديو ديالي يوم يعجبكم ولعجبكم الفيديو ما تبخلوش عليها بلايك للتشجيع فقط وكنشكركم على التشجيع ديالكم وعالدعم ديالكم وكنتمنى نكون دائما عند حسن الضبن ديالكم وكنتمنى لكم نقدم لكم هالطريقة اللي هي جد بسيطة ومضمونة وكنتجي ناجحة وكنتجي لديدة لديدة بزيف جربوها وعطوني رأيكم في الكومنتر وكنتمنى ان شاء الله لقاكم فيديو مقبيل في احسن الاحوال الى وصفة مقبيلة بإذن الله واتمنى لقاكم بألف ألف خير ان شاء الله متتبعين ومتتبعات الكرام وكنتشكركم على الكومنتر ديالكم والكلمة الطيبة اللي كتقولوا في حقي كنشكركم من كل قلبي وكنتمنى ان شاء الله يعني نكون دائما في المستوى ونكون عند حسن الضن ديالكم الى فيديو مقبيل وإلى اللقاء